أوسع عملية هدم تنفذها سلطات الاحتلال في القدس منذ عام 1967 بعد العملية التي نفذتها قبل نحو ثلاث سنوات وطالت قرابة 35 منزلا ومبنى في قرية قلنديا شمالي القدس المحتلة تواقم ضخمة من الجرافات والمئات من جنود الاحتلال الصهيوني قامت بهدم 16 مبنى سكنيا تضم ما تشق في حي وادي الحمص من أراضي سورباهر جنوب مدينة القدس المحتلة جحافل هذه القوات لم تنتظر حتى قرارا نهائيا لمحكمة الاحتلال العليا يفترض أن يصدر بعد النظر بالتماس قدمه أصحاب تلك المباني مطالبين بتجميد العملية فنفذت عملية الهدم بذريعة قرب هذه الأبنية من جدار الفصل العنصري قوات الاحتلال اشتاحت حي وادي الحمص وفرضت طوقا عسكريا عليه فيما أعلنت عموم بلدة سورباهر منطقة عسكرية مغلقة لتشرع بعد ذلك باقتحام المباني وإخراج من فيها من السكان المقتسيين بالقوة مع ما تخلى له ذلك من اعتداء بالضرب على العديد منهم ممن قاوموا عملية الإخلال عملية تطهير عرقي وعقاب وتهجير جماعي لأهالي الحي الذين فشلت كل محاولاتهم القانونية والدبلوماسية لحماية عقاراتهم حيث لم يتورع جنود الاحتلال عن الاعتداء على النساء والأطفال وكبار السن وحتى المتضامنين الأجانب لم يسلموا من ذلك ناهيك عن تحطيم الأثاث واستهداف الخيوم سياسيا وعلى الجانب الفلسطيني قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبردين إن القيادة الفلسطينية ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات هامة ردا على عمليات الهدم التي نفذتها سلطة الاحتلال في حي وادي الحمص والخروقات المتواصلة في الأرض الفلسطينية أبردين أضاف أن القيادة ستتخذ خلال هذه الاجتماعات قرارات وصفها بالمصيرية بشأن العلاقة مع تل أبيب والاتفاقات الموقعة معها مراقبون يرون أن نفوذ السلطة الفلسطينية منعدم تماما فهي لم تستطع أيقاف عملية الهدم كما لن تستطيع ممارسة أي ضغوط على الولايات المتحدة والدول الأوروبية بحكم الواقع السياسي الموجود والانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال وهذا ما شجع الاحتلال على تنفيذ هدم لم تقرره بعد سلطاته القضائية وهو أيضا ما سيكون حافزا له لارتكاب الانتهاكات بأنواعها والتي ربما يكون هدم الخيام والمنازل وجرف الأراضي أخفها مرارة على الفلسطينيين